نظم القسم المهني بهيئة علماء المسلمين ندوة تضمنت محاضرة بعنوان أثر التعليم في رقي وتطور المجتمعات ألقاها الدكتور محمد عبد العالي النعيمي المتخصص في نظم المعلومات وتحليل البيانات الإحصائية المحرك الأعظم لبناء المجتمعات هو التعليم التعليم هو عبارة عن بناء البشر ليس فقط يتعلم القراءة والكتابة مثل ما بعض الناس يفهمون أنه العلم هو فقط يقرأ ويكتب العلم أو المعرفة عندما يعني تعطى إلى المجتمعات الهدف منها هو أن نبني هذا المجتمع بطريقة أن يعي ما يدور حوله ولذلك القراءة واحدة من الأساليب أو الأدوات اللي يحتاجها الإنسان حتى ممكن أن يصل إلى التعرف على الأمور الأخرى ومن خلال القراءة وخاصة في هذا الوقت اللي صارت فيه يعني تقدم تكنولوجي عالي وأصبحت الاتصالات وأصبحت الكمنيكيشن والميديا وغيرها من الأمور الحديثة اللي تطي معرفة للإنسان وتطي معلومات بحيث يعرف ما يدور حوله وعلى هذا الأساس كان العلم مهم كثيرا ومهم جدا بالنسبة للأجيال أنه يعي ما يدور حوله تطرق الدكتور النعيمي في محاضرته إلى التجهيل المتعمد للتعليم في العراق بعد عام 2003 والواقع التعليمي المأساوي الذي يعيشه المجتمع العراقي وتصطيح العلم وتهجير العلماء وحرمان الأجيال القادمة من التعليم تجهيل يخليك أن تؤمن بالخرافات وبالقصص الغير منطقية ولذلك كان هدف التجهيل هو ليس هدفا عشوائيا تدمير هذه المدارس وإهانة الأساتذة وضرب المدرسين وتجويعهم وتغير رواتبهم وجعل الطلاب يشتغلهم بره وتفقير الشعب وتنزيل هذا المستوى الاجتماعي وعدم احترام الكبير وإلى آخره من النقاط حقيقة خلت نوع من الثقافة أنه خليك جهل حتى تتبعني وهذا ما مورست في زمانات وعدنا قصص كثيرة يمكن أن الأخوان أفهم مني بالتاريخ كان عندنا قصص كثيرة أنه أنت لما نجه شعبك يقدر يتبعك وهذه السياسة الإنجليزية معروفة فرق شعبك يتبعك محاضرة تناولت مأساوية التعليم في العراق وتدمير الصرح العلمي العراقي بعد أن كان متسيدا في سبعينيات القرن الماضي وحسب إحصائيات اليونيسكو ليكتشف الشباب العراقي بأن الواقع المرير يحتم عليهم الخروج في تظاهرات تطالب بعودة الوطن وإزالة السلطة الفاسدين وبناء مجتمع حضاري سليم وقويم اشتركوا في القناة